السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شاهد رسلان ومنكثب قسم الحكم والامثال الحكم اللي بقوله بتقول يعني يعني عن طريق الضرار او يعني من خلال الضرار رح يصبح المان الزكي طيب شو معنات الحكمة هاي بالعربية ازاي جينانا انترجمها للعربية ترجمت الحرفية انه انه عن طريق الضرار بيصبح الماء بيصبح المرأ انه يعني زكي بس اذا نترجمها للعربية يعني نحن عنا حكمة للعربية كمان بتقول الواحد بتعلم من غلطه او بتعلم يعني من الاغلاط تبعيته يعني طالما انت عملت غلط انت بتتعلم من هذا الغلاط مرة تاني يعني بالمرة التاني ما رح تعيده او يعني رح تتجنبه قدر الامكان الواحد بيتعلم من اغلاطه الحكمة التاني بتقول او المثل يعني شباغي ان ديت سايت دان هستو ان دينوت شباغي ان ديت سايت يعني وفر بالوقت او يعني مع مرور الوقت دان هستو ان دينوت وفر مع مرور الوقت بعدين رح يصير عندك بالطوارئ هيك ترجم الحرفية لهالحكمة بس يعني او للمثل هذا بس يعني اذا نترجمه هذا للعرب المثل هذا معناته نحن مستخدمه نقول انه خبه ارشك الابيض ليومك الاسود. اه شباغ عندي اتسايد? يعني انه وفر دايما ارشك وقت بيكون بيكون انت مع الوقت راح تلاقي دان هستو اندي نوت. نوت هون هي الطوارئ. او يعني لما الواحد بيصير بالمستقبل يعني عنده ام طوارئ او حاجي وان حاجي او طارئ. لما بصير عنده حاجي لهالمال هاده راح يلاقيه لانه هو وفره مع مرور الوقت. تمام? خبه ارشك الابيض ليومك الاسود. شباغ عندي اتسايد? دان هستو اندي نوت. الحكم الثالثي بتقول اينا هاند فيش تي اندغي. اينا هاند فيش تي اندغي. اينا هاند يعني الساعد او اليد يعني بيش دي اندغي تغسل الثانية. او يعني هون مقصود في انه الايد الثاني. دي اندغي. ما قالوا دي اندغي هانت. لا بس دي اندغي. يعني نفس المعنى. يعني ايد تغسل الايد الثاني. هيك ترجم الحرفية لهالمثل هذا ومعناته بالعربي هذا انه مثل حكي لحكي لك. هيك معناته هالمثل هذا. دائما استخدموه يعني اعمل لي هالشي هذا لحتى اعمل لك هالشي هذا. تمام? هيك معناته هالمثل هذا. هيك نكون وصلنا لنهاية الدرس. نشوفكم بخير ان شاء الله الدروس الجاي في امان الله.